قال أهل العلمي التوسل إلى الله تبارك وتعالى نوعان توسل ممنوع وتوسل المشروع ونحن الآن نتكلم عن توسل المشروع والتوسل المشروع ثلاثة أنواع كما قال أهل العلمي منها التوسل بأسماء الله وصفاته وإذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث فبدأ بالتوسل بأسماء الله يا حي يا قيوم تقول اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الواحد الأحد الصمد هذا ثناء على توسل إلى الله تبارك وتعالى ثم تدعو بما شئت اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبو لك بنعمتك علي أبو بذنب يغفر لي فتثني على الله تبارك وتعالى بأسمائه بأفعاله بصفاته سبحانه وتعالى ثم تطلب فهذا توسل مشروع أن تتوسل إلى الله بأسمائه سبحانه وتعالى أو بصفاته وأفعاله